أحبائي رسالة الله غير محدودة كما أن عمل المسيح غير محدود وكلما اقتربنا من مجيء المسيح ثانية لابد أن نواجه كل أنواع التحديات يعني حتى يتكلم عن الأوبئة كمبتدأ الأوجاع بكلمة الرب سواء في إنجيل متى أو الأنجيل الأخرى لكن أحبائي هذه البشائر في الإنجيل المقدس اللي بتتكلم عن مبتدأ الأوجاع هي مش للإنسان يحدد الوقت لأنه هذا الوقت لا يعلم به أحد إلا الآب فإذن أنا بدعو كل شخص أنه في هذه المرحلة نفحص أنفسنا في ضوء كلمة الله ومن خلال مصباح الروح القدس من خلال نور المسيح إن كان فيها طريق باطل إن كان فيها ظلمة معينة إن كان فيها خطية غير معترف بها ما هو عشان نشوف نهضة عشان نشوف انتعاش عشان نشوف الزيارة إلهية عشان نشوف افتقاد إلهية الأمر بيبتدي فينا أولا كشعب الرب بيبتدي فينا بالتوبة والرجوع إلى الله وفعلا يعني ليبكي الكهنة أمام المذبح كما يقول النبي يؤيل محتاجين كقيادات إحنا بالأول نتوب إحنا بالأول نعترف للرب إحنا بالأول نغفر إحنا بالأول نؤمن بمجد الرب ونؤمن بعمل الرب ونؤمن بقيادة الرب ونؤمن إن الله حي قادر إنه يعمل أمور خارقة